حياكم الله مشاهدينا إذن نرحب بكم في حلقة الليلة من برنامج من عمان متواصلين معكم بمختلف محطاتنا وفقراتنا حتى العاشرة بمشيئة الله محطتنا الأولى راح نتعرف فيها على آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم للمشاركة في منافسات الدراسات الدراسة الدولية في العلوم والرياضيات تيمس 2015 و15 مثل ما ذكرنا في البداية أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من الصفين الرابع والثامن من 500 مدرسة راح يشاركون في هذه المنافسات ولذلك تستعد وزارة التربية والتعليم منذ فترة لدخول هؤلاء الطلبة في هذه المنافسات اللي أكيد لها مردودها الإيجابي على العملية التعليمية في السلطة إذن لنجعل عمان تفخر بنا دعوا لكم جميعا طلابنا وطالباتنا الذين ستختبرون في الثامن والعشرين من الشهر الجارية لأسبوع القادم إلى أن تكونوا أكثر جدية في الإجابة على هذه الأسئلة وهذه الدراسة لأنها تعرف بالسلطنة تشكل تحاليل لأرقام دقيقة حول تقدم السلطنة وإمكانيات السلطنة في المجالات التعليمية طلابا وأسرة تربوية وأيضا منهجا نتحدث عن هذه التفاصيل إن شاء الله وآخر الاستعدادات ومدى جدية الطلبة والطالبات في التقدم لهذه الاختبارات من خلال وجود مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مصقط الدكتور علي بن حميد الجهوري بساك الله بالخير دكتور سعيد جدًا من وجودك معنا وإعطيكم الصحة والعافية على هذا الجميع حياكم الله دكتور إذن يعني إن كانت هذه النسخة السادسة من هذه الدراسة الدولية في العلوم الرياضيات التيمز إلا أن هذه المشاركة الثالثة للسلطنة في مثل هذه الدراسات بطبيعة الحال أولا بإذن الله تعالى شعار وزارة التربية والتعليم طلابا ومدارس لنجعل عمان تفخر بنا إن شاء الله تعالى سيتقدم ما يقارب من أكثر من 15 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس الدولية الدولية تقريبا أكثر من 550 مدرسة إن شاء الله ستؤدي امتحانات الدراسة الدولية التيمز بتاريخ 28 إبريل الأربعاء القادم إن شاء الله هذه الدراسة هي مهمة للسلطنة كون وزارة التربية والتعليم إنها تشترك بها إن هذه الدراسة تقدم بيانات ومعلومات شاملة عن المستوى التحصيلي لأبنائنا الطالبة والطالبات في مواد العلوم والرياضيات للصفين الرابع والصف الثامن أيضا هذه الدراسة تقدم بيانات ومعلومات حول مستوى وترائق تدريس العلوم والرياضيات في مدارس السلطنة أيضا تعطينا مقارنة بين النظام التعليمي في السلطنة المطبق بين المدارس الحكومية نفسها وبين أيضا المدارس الحكومية والمدارس الخاصة وكذلك المدارس الدولية أيضا نحن نعرف مستوى طلابنا في مادتي العلوم والرياضيات على مستوى الأنظمة التربوية العالمية لذلك قهود كبيرة حقيقة بذلتها وزارة التربية والتعليم ممثلة في المحافظات التعليمية ومدارسها في توعية الطلاب بأهمية هذه الدراسة والاهتمام بها وكذلك في تهيئة المدارس تدريب المعلمين القائمين على تنفيذ هذه الدراسة بدءا من المعلمين الأوائل ثم المعلمين الذين يدرسون هذه الصفوف وأيضا اللقان والمختصين في الوزارة وفي المحافظات التعليمية حول آلية تطبيق وإقراء هذه الدراسة نحن نلاحظ أن جهودكم الإعلامية المكثفة في الفترة الأخيرة لا حديث إلا عن هذا الموضوع مؤخرا لكن من خلال مشاركتها في المرتين الماضيتين على الرغم أن هذه الدراسة دراسة دولية وأن هذه الدراسة على مستوى مرتين تشارك بها السلطنة لكن للأسف حققنا مراكز متأخرة لم نحظى بمراكز متقدمة وأن هذه الدراسة وهذه المنظمة تقدم بيانات واضحة هل وضحت أماكن الخلل عين يكمن هذا الخلل حتى من الممكن تقويمه وتعديله؟ نعم هو طبعا نحن لم نتأخر كثيرا حقيقة في هذه الدراسة إذا ما قررنا مستوى السلطنة بمستوى الوطن العربي وخاصة حداثة السلطنة في المشاركة في هذه الدراسة الدولية بالإضافة أن مدارسنا ومعلمينا وطلابنا لم يكتسبوا الخبر الكافي في المشاركة في هذه لكن نتأمن إن شاء الله بحجم هذه الجهول التي بدلتها الوزارة أن يحقق طلاب من إن شاء الله المستوى العالي ويجعلوا عمان إن شاء الله تعالى تفخر بهم بإذن الله إن شاء الله طب دكتور بالنسبة لاختيار الصفين طلبة الصفين الرابع والثامن كيف تم اختيارهم؟ وهل هؤلاء الطلبة اللي هم أكثر من 15 ألف تقريبا هم إجمالي أعداد الطلبة يعني كل الطلبة العمانيين في هذين الصفين رح يختبرون ويشاركون في هذه المنافسات أم تم اختيارهم وانتقاءها؟ طبعا الدراسة الدولية تشرف عليها المؤسسة الدولية لتقويم التحصيل التربوي وهذه المؤسسة موقعها في هولندا وتعنى بإعداد مفردات أسئلة هذه الدراسة هذه المؤسسة هي التي تختار المدارس وتختار الشعب بعد أن تقوم الدول التي تشارك في هذه الدراسة بتزويدها بكافة المعلومات المتعلقة بالصف الرابع والصف الثامن وبيانات الشعب وبيانات الطلاب وعلى اعتبار أن هذه المؤسسة عندما تطبق هذه الاختبارات في الدول التي تشارك أن تضمن الموضوعية والحيادية وتختار عينات من هذه الدول وفق نظام المسحي للعينات فلذلك يقع اختيار على مدرسة دون أخرى يقع الاختيار على شعبة دون أخرى أحيانا تأتي شعبة مجيدة في بعض المدارس وأحيانا تأتي شعب مستواها متوسط ولكن هكذا النظام المشاركة في هذه الدراسة الدولية طبعا هذه الدراسة تقرأ على الصف الرابع والثامن هكذا بنية هذه الدراسة صف رابع بحيث أنه يترك الطلاب أربع سنوات ثم يدخلوا برة الأخرى ينافسوا في الصف الأثامن الأساسي على اعتبار أنه بدايات التعليم المبكر لتعليم العلوم والرياضيات حتى يعطى مجال للأضبط التربوية أنها تراجع سياساتها وتراجع نظامها إذا كان لديها أي خلل أو أي جانب يحتاج أنها تركز عليه في تدريس العلوم والرياضيات نحن نلاحظ دكتور علي أن طلابنا في مجالات مختلفة متعلقة خاصة بالرياضيات والعلوم يحققوا مراكز متقدمة على مستوى حتى مشاركاتهم الخارجية لكن السؤال الآن فيما يتعلق بالنسبة إلى جدية التقدم لهذه الاختبارات البعض يقول أن هذه الاختبارات لا تضيف إلى الشهادة لا تضيف إلى مستوى الدرجات التي يقدمها لذلك أحيانا لا يمتلكون تلك الجدية هم وحتى أولياء أمورهم أشكرك طبعا على هذه الملاحظة فعلا هذا جانب مهم وهذا الجانب الفعلا نحن والوزارة تسعى إليه من خلال التوعية الإعلامية للطلاب طالب لا بد أن يقعل شعاره لنقعل عمان نتفتخر بناءه هذه سمعة هذه الدولة سمعة نظامنا التعليمي تبرز حجم الجهود التي تبدلها السلطنة في مجال التعليم فيفترض من أبنانا من طلابنا من مدارسنا أنه فعلا يعني يعو أهمية هذه الدراسة وما سيترتب عليها من تطوير لنظامنا التعليمي لأنه أيضا ضمن سياسات تطوير التعليم أنه هذه الدراسة تعتبر مرقع يعني أساسي لدى الوزارة تعتمد عليها في تبني سياستها التعليمية في تطوير العملية التعليمية وهذه النقطة الأهم دكتور واللي أيضا وجب توضيح للمشاهدين اللي خاصة يتساءلون مع هذه الحملة الإعلامية المواكبة للمشاركة في هذه المنافسات أن هل الهم هم مزارة التربية والتعليم والهدف الأسمى لها أن هؤلاء الطلب يحصلون على درجات أو أن هم يحققون نتائج عالية أو الهدف اللي هو تطوير المنظومة التعليمية من خلال مشاركة الطلبة في هذه المنافسات وبطبيعة الحال يعني أهمية هذه الدراسة أنها ستعطي المجال للوزارة من خلال التقييم الشامل للنظام التعليمي الذي سيرد إن شاء الله من قبل هذه المؤسسة أن الوزارة تراجع يعني سياستها التعليمية ونظام التعليمي في تدريس العلوم والرياضيات وتبني سياسات إن شاء الله مستقبلية على نتائج هذه الدراسة وبالتالي يجب أن تكون النتائج حقيقية وليست نتائج يعني مضللة يجب أن الطلاب فعلا يركزوا على هذا الجانب ويستشعروا أهميتها وإن شاء الله تعالى بحجم القهود التي يبدلها الأخوة والزملاء المعلمين والمعلمات في المدارس بهود الوزارة في هذا الجانب إن شاء الله تعالى نحن متفائلين أن يحقق طلابنا المستوى العالي بالنسبة لأيضا وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية قامت على مستوى المحافظات بطلبة أدوا اختبارات تجريبية في هذه المدارسة نعرف هذا الجانب وأيضا نتائجهم في هذا الجانب هو طبعا أولا مسار هذه الدراسة على سبيل المثال هي لها منهجين المنهج الأول منهج التقريبي وهذا تم تطبيق هذه الدراسة في صورة مسح تقريبي كان العام الماضي في نفس هذه الفترة الهدف من هذه المؤسسة أولا أن تطبق المسح التقريبي حتى تتأكد من أدوات القياسة التي تستخدم طبعا أدوات القياسة الاختبار واستبانات في استبانة للطالب في استبانة للمعلم في استبانة لإدارة المدرسة في استبانة للمناهج واستبانة أخرى لولي الأمر لهو التعليم المبكر فهم طبعا هذه المؤسسة الدولية التي تعنى بتقويم التحصيل التربوي تريد تتأكد هل هذه الأدوات القياس تتوفر فيها الموضوعية تتوفر فيها الصدق يتوفر فيها الثبات بحيث لو فيه إمكان يعني أنه تراجع هذه الأدوات بما يتناسب بيئات التعلم في الدول المشاركة فطبعا العام الماضي أجري المسح التقريبي وكانت النتائج الحمد لله نتائج مشرفة ولكن ليس في جميع المحافظات كان في ست محافظات باب استعداد المحافظات التعليمية هذا العام بادرت المحافظات التعليمية بالتنسيق طبعا مع المديرية العامة للتقويم التربوي مشكورة عدت اختبارات تقريبية للطلاب منذ أسبوعين حتى أيضا نهيئ طلابنا لهذه الاختبارات ويتعودوا على مفردات الأسئلة ونمطية هذه الاختبارات وحتى نكسر حاجز الخوف والرهبة وأيضا هم يتعودوا على نظام إداء الأجوبة على كراسات خاصة أنه نظام الإجابة على الاختبار الدولي بيكون على شكل كراسة كل كراسة فيها مجموعتين الرياضيات مجموعتين والعلوم مجموعتين وبالتالي الطالب لابد نحن 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 نعود كيف كانت النتائج؟ النتائج كانت حقيقة جيدة حتى بعض الطلاب أنا أتحدث عن محافظة مسقط حصلوا على 480 درجة من 500 درجة وأنا أوجه شكر حقيقة للمعلمين والمعلمات وإدارات المدارس الذين تفاعلوا حقيقة مع الاختبارات التقريبية وهيئوا الطلاب وصححوا هذه الاختبارات واستخرجوا النتائج بل بعض المدارس بادرت بتكريم الطلاب المجيدين بل أيضا بعض أولياء الأمور حضروا وقت إعلان هذه النتائج يبقى أن نؤكد على الشعار الذي ذكرته وإعلنت عنه وزارة التربية والتعليم دكتور علي لنجعل عمان تفخر بنا وهذه النتائج أكبر تليل على أنهم يودون تحقيق نتائج مشاركة نحن راشد أننا استشعار أهمية المشاركة ودخول هذه المنافسات وهدفنا الأسماء أن نجعل عمان تفخر بنا بالفعل دكتور لكن تبقى نقطة غاية في الأهمية هذه المشاركة مشاركة حديثة للسلطنة كما ذكرت يمكن البعض يتخوف من قضية أن هذه الأسئلة مستوى مرتفع أن الدراسة دراسة دولية وأنطباتهم التعليمية أنطباتهم حديثة ومتقدمة بشكل مختصر ماذا تقول في هذا الشأن؟ بطبيعة الحال هذه دراسة دولية طبيعية أنها لا تركز على الحفظ وعلى الاستظهار وعلى تركز على القدرات العليا تركز على مهارات التفكير لكن درسها الطالب تصبوك أولا؟ تركز على البرهنات وتركز على الاستدلاع مناهجنا تؤهل لأنه يخوف هذه المناهج بطبيعة الحال أنها يفترض أنها تكون مؤهلة أنها تعد طالب خاصة أن تدريس العلوم الرياضيات وليس منهج محلي هو منهج دولي وبالتالي طالب الصف الرابع أو طالب الصف الثامن ويمتلك مهارات وكفايات دولية فيفترض أن مناهج السلطنة هي نسخة من المناهج الدولية العالمية وهذا طبعا ما سعت إليه وزارة تربية وهذا الهدف من مشاركة السلطنة في مثل هذه الدراسات إذا ما كانت الاختبار يوم 28 نتائج متى من المتوقع أن تكون؟ طبعا نتائج لا أستطيع أن أحددها بالضبط لأن النتائج ليست عن طريق وزارة التربية والتعليم وإنما النتائج تعلن عن طريق هذه عدد الأنظمة المشاركة في هذه الدراسة؟ عدد الأنظمة ما يزيد عن 60 نظام تعليم دولي مشارك في هذه جميل أشار نعرف مستوى أننا بين هذه الأنظمة هذه الأنظمة المتقدمة إذا كنا نتكلم عن أنظمة تعليمية أوروبية نحن نرشل لكم كل التوفيق إن شاء الله ونؤكد من جديد دعوة للجميع لأن نجعل عمان تفخر بنا من خلال هذه المشاركة دعوة إلى كل طلابنا في كل جزء من أيزاء عمانينا الغالية في مختلف محافظات السلطنة الجدية مطلوبة ودعوة حتى بعد ذنكم إلى الإدارات المدارس وتعليمياتنا في المحافظات أن يبتكروا طرق جديدة لتشجيع هؤلاء الطلاب وهذه فائلة من الدراسة الدولية أن تحسن طرائب تدريس العلوم نشكركم على وجودك معنا الدكتور علي بن حميد الجهوري مدير عام المديرية العمل التربية والتعليم بمحافظة مصقط شكراً جزيلاً على وجودك معنا وما زلنا نحن مستمرين مع مشاهدينا في هذا الموضوع تأكيد لشعر لنجعل عمان تفخر بنا نحن حضرنا لكم تقرير مشاهدينا يتكلم عن موضوع الدراسات الدولية إجمالاً ويتكلم عن مشاركة السلطنة في هذا الموضوع إذا ما كان التقرير جاهز نأخذ هذا التقرير بعدها راجعي لكم وزميلنا أحمد الكعبي وجديد عالم وأخبار الرياضة